يجي في الوقت اللي بتستمر فيه محاولات التعتيم ومحاولات كتم اي فم يحاول ان يرسل رسالة دعم لفلسطين او يوضح للعالم الاعمى ما يحدث في غزة اللي حصل النهاردة من ماينتس الالماني بيثبت ده لاعب الكرة الهولندي لكن المغربي الاصل انور الغازي اللي كان زميلا سابقا في استنبيلا لمحمود حسن تريزيجيه لاعب منتخبنا الوطني نشر بالامس رسالة كتب فيها الدعم والتوضيح لما يحدث لجمهوره الاجنبي غير العربي في فلسطين فكانت رسالة انور الغازي بالامس على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي كالتالي انور الغازي قال هي ليست حرب عندما يقطع طرف الماء والغذاء والكهرباء عن طرف اخر فهي ليست حربا عندما يمتلك احد الطرفين اسلحة نووية فهذه ليست حربا عندما يتم تمويل احد الاطراف بمليارات الدولارات فهذه ليست حربا عندما يستخدم جانب واحد صورا بالذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مضللة عن اخر فهي ليست حربا عندما تفرد وسائل التواصل الاجتماعي رقابة على محتوى طرف دون الاخر فهذه ليست حربا هذا ليس صراعا وليست حربا هذه ابادة جماعية ودمار شامل ونحن نشهد حدوث ذلك على الهواء مباشرة ومن النهر الى البحر فلسطين ستكون حرة رسالة انور الغازي الداعمة للشعب الفلسطيني والموضحة لحقائق يرفض العالم ومنه المانيا بكل تأكيد ان يعرف بها العالم والشعوب رد عليها ماينز في محاولة تكميم جديدة الفريق اللي ضم اللاعب فقط من شهر واحد مضى قادما لينضم الى فريق ماينز الالماني قرر ايقاف اللاعب عن اللاعب وعن التدريب في هذه المرحلة المبكرة من تعاقده مع اللاعب فيما قالت تقارير اخرى ان الامر سيصل الى حد الغاء التعاقد رسالة ماينز جاءت زي ما قدام حضراتكم انه اعفى نادي ماينز انور الغازي من مهامه التدريبية والمتعلقة بايام المباريات يأتي القرار نتيجة للمنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي حدفه صاحب الثمانية والعشرين عاما مساء الاحد الماضي وفيه اتخذ انور الغازي موقفا من الصراع في الشرق الاوسط بطريقة غير مقبولة بالنسبة للنادي تم اتخاذ القرار بعد مناقشة بين مجلس الادارة واللعب يحترم ماينز وجهات النظر المختلفة حول الصراع المعقد في الشرق الاوسط الذي يستمر منذ عقود ومع ذلك فان النادي ينقى بنفسه عن محتوى المنشور لانه لا يتطابق مع قيم نادين الحقيقة ان هو وضع ليس معقدا على الاطلاق هي محاولة تعتيم اكثر احتراما من محاولات اخرى اكثر فجاجة في اندية اخرى او في دول اخرى الحقيقة من ماينز لكنها ايضا محاولة تعتيم لان الوضع ليس معقدا منذ عقود الوضع واضح وصريح دولة بتحتل دولة استقبلتها سابقا وتقتل نساءها ورجالها واطفالها منذ اكثر من سبعين عاما وبالتالي الامر ليس معقدا دولة حينما تحاول الدفاع عن نفسها تخلق الدولة الاخرى او الكيان الاخر المحتل كل المبررات كي تغلق الابواب وتقتل الجميع فيها بمبررات وبدول اخرى غربية تدعمها الحقيقة ان الوضع في فلسطين ليس معقدا على الاطلاق كما تقول ادارة نادي ماينز